إلى حملة الشمس التي تعتبر المصدر الأساسي الذي يمد الأرض بالطاقة وبالتالي بالحياة ولكن مع التقلبات المناخية الناتجة عن التلوث البيئي أصبحت أضرار الشمس أكثر من فوائدها لهذا السبب طبعا أطلقت حملة التوعية عن الشمس في دولة الإمارات طبعا نتعرف على هذه الحملة أكثر من دكتور حسن كلاداري طبيب جلدية في جامعة الإمارات مرحب فيك دكتور أهلا وسهلا دكتور هذه الحملة تم إطلاقها في الأسبوع الماضي كان مدتها لأسبوع في جامعات ومدارس دولة الإمارات خبرنا الأسباب التي دفعتكم للقيام بهذه الحملة يعني تعرفين أن الصيف مقبل نحن مقبلين للصيف أبواب الصيف والصيف تعرفين أنه حر والشمس نحن بعد ما شاء الله عليها لما تضرب تكون وائد حامية ووائد حارة يعني تعرفين أنت كل شيء زين مثل ما تقلت كل شيء زين في الشمس أبواب الصيف نحن نوعا ما هذه التوعية نحن نخبر الناس نعرفهم أصلا شو مضار الشمس لأن الكثير من الناس يبدون يطلعون برع عندهم تجوال برع خارجي وفي نفس الوقت الناس صاروا بعد يحبون تعرضهم للشمس لأن يحسون هاللون البرونزاج لأن نخبرهم أن البرونزاج له نظار أكثر من ما له في وائد طيب دكتور نعم لكن طبعا إذا تعرضت لشمس لفترات طويلة هناك تجدو تتعسسين بالمضار فمثل أي شيء في الدنيا فرضا إذا حتى الماء والماء وجعلنا من كل شيء نعم بماء فالحياة تظهر أصلا من الماء فإذا كثرنا فرضا من شرب الماء بعد يكون لها مضار يعني متوسطي لكون معتدلي في المواطن بضع من هالنوعية هاي طلعنا احنا براع وكلمنا بمحاضرات وفي نفس الوقت عندنا مثل استاند وبوث وبعض المستشفيات اتكلمنا طبعا عن مضار الشمس وطريقة الحماية أصلا الشمس يعني الشخص يقدر يتمتع في الصيف لكن بعد فيه طرق حماية ووقاية قبل ما نحكي عن هالطرق دكتور اسمح لي يعني خبرني كيف كان تجاوب الطلاب مع هالموضوع نعرف كل الطلاب هلا لأنهم كتير بتابعوا التلفزيونات وهيكو موضوع البرونزاج كتير دارج فكتير بيحبوا الشمس ليخدوا هالستايل المعين كيف اقتنعوا بهالموضوع؟ تابعين صراحة للأسف الإعلامي لعب دور كبيرة من ناحية البرونزاج فصار كل واحد لونه أبيض يسمر وكل واحد لونه أسمر يبغي يبيض فيعني ما عرفنا يعني ليش الشخص ما مصر مستانس بشكل طبيعي لكن مهما كان تابعين صراحة طلبة وايد وايد يعني يستانسوا على من ناحية الحملة التوعية وبالعاس كانوا مستجيبين لها وكانوا يسألون أسئلة حلوة لما كنا هناك في المدارس لما أعطيناهم محاضرة وفي نفس الوقت لما كنا هناك أعطيناها مثل خبرناهم عن طرق الحماية وخدمتها مثل كابات وبعد سامبز طيب بما أنه شوي ذكرنا عن الأضرار هلأ مش مشكل مفصل ولكن خبرنا عن فوائد الشمس اللي ممكن نحنا نستفيد منها وكيف من نقدر نستفيدها؟ بالضبط يعني إحنا كالطباء دائما نتكلم أن فوائد الشمس تحصل خصوصا عند دكاترة الجلد فهذا الشمس تحصل من الفيتامين دال والفيتامين دال هو الشمس تأثيرها على طبقة البشرة السطحية يعني هو يتكون بالجسم يعني هو الفيتامين الوحيد اللي أصلا لازم يكون الشعات الشمس موجودة عشان نوعا ما يعني يتكون طبعا الفيتامين دال صار له فوائد كثيرة أبرزها دكتور لوصح؟ أبرزها أولا منع شاشة العظام فهذا همن أبرزها وحين طبعا عرفنا إحنا بعد أن أشياء يعني الفيتامين دال مهم للقالب ومهم صار بعد للناس اللي عندهم فرضا لليأس وهذه الأشياء هذي يعني لها كثير كثير من الفوائد الفيتامين دال فالشمس تلعب دور من هالناحية صح لكن طبعا إحنا ما قلنا لهم لا تطلعوا من برع بالعكس طلعوا برع في الفترات في فترات معينة لازم شرس يطلع فيها وأمتى هالفترات تحديدا؟ دائما أخبرهم إذا بتطلعون طلعوا بين الساعة يعني لا تطلعوا بين الساعة عشرة للساعة أربعة يعني طلعوا أما قبل ولا طلعوا أما بعد يعني قبل العشرة وبعد الأربعة بعد الأربعة ما في الشمس هلا خلص لا بالعكس يعني هو وقت المغرب شوية يعني قريب ستة ونصف يعني ممشكلة فدائما أخبر أنا المريض دائما أقوله عشان مرات أنه ينسى خصوصا طلبة طلبة لما كنت هناك أنا ما كان ما لابسين ساعات يعني ما إحنا كنا صغار ما كنا نصلا نفهم بالوقت فدائما أخبرهم أقولهم شوفوا إذا طلعتوا براع شفتوا نفسكم شفتوا الظل ظلكم أكثر من طولكم إذا كان قصير الظل أحب 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 هنيها معنات الشمس عمودية فديروا بالكم لكن إذا كان الظل طويل خائموا مشكلة تقدرون تتعرضوني شوية لها طب هلأ خلينا نخوف المشاهدين وكل اللي عم يخدرونا عن أضرار الشمس إذن أول ضرر طبعا إذا بتمشينا عليهم كنظام الضرر دائما يحصل نصلا أن الناس هو شيخ وهن مبكرة إذا الشخص تعرض للشمس بزيادة وصارت أكثر تتجاعد البشرة أسرع تتجاعد البشرة أسرع وطبعا في حروق تحصل من الشمس وفي نوع أنواع من الحساسية اللي بعد تطلع من الشمس وبعد نسبة التصبغات بعد تزيد بعد من تأثير الشمس وطبعا آخر المطائف من كثرة تعرض الشخص للشمس شو اللي يحصلون يمكنني أن يتحصل مثل أورام سرطانية سرطان جلد مثلا في أوقات معينة مثلا من الظاهرة الوحية إذا بتعرض للشمس بضبط إذا تعرض لها لفترات طويلة صح والتعرض لازم الناس يعرفون أن التعرض تراكمي معنات اللي أنت تعرضت فيه لما كان عمره 18 سنو لاحن موجود لكن مم معناتنا بس خلاص بعناها بعنا القضية لا أكيد ترسك القضية لازم الشخص يتوخل حدا طيب دكتور حكينا الطرق وقاية من الشمس يعني منذكرت بعضها ممكن يلبس قبة على الشخص لا يحمي نفسه من الشمس بالإضافة للوقت المناسب طرق أخرى مثل الوقت الشمس للأيدي مثلا أثناء السوء السيارة يعني عادة مثل ما أنت قلت بالضبط نفس الأشياء هذه دائماً أخبرهم من الحمد لله بعد هنا نوع الماء يعني أغلب الناس يعني متسترين في يلبسون مثل أكمام طويلة صح فدائما المنابس يعني تلعب دور كبير من ناحية الحماية للشمس والأماكن اللي متعرضة للشمس منها كفوف اليد والوي هناك اللي حطيحنا فيها واقل الشمس يعني لازم دائماً نحط فيها واقل الشمس بالإضافة أنه ممكن يلبسوا بعض الكفوف أو هيك هي يلبسون القفازات هذه لكن يعني واحد يقدر يحمي نفسه من الشمس طبعاً لما واحد يحط الواقل بعد في كثير من الناس يقولون أنا حطيت الواقل الصبح ليش ليش لا يستعرض للمسألة هذه لا الواقل طرم أفئول يختفي يعني تم ساعتين تلس ساعات لازم بعد يرد مرة ثانية لازم يحط يستعملوا دائماً بشكل دائماً حسب تعرض للشمس شكراً لك دكتور حسن نتواجدك معنا شكراً